اشتركوا في القناة في يومها بلغت أنا الأجهزة الأمنية بأنه أنا تم تهديدي بأنه يتم اختطافي أو يتم الاعتداء علي وبعد أسبوعين يعني مبارح كنت تقريبا الساعة سبعة طلعت من مطعم اسمو كستنا في وسط مدينة رمالله بالقرب من نادي إسلام رمالله في أول ما طلعت كانت في سيارة صافة نزلوا منها أربع شباب من الثمين اعتدوا علي بالضرب واعتدوا على أختي دفعوها وضربوها بعدين ركبوني معهم في السيارة في السيارة طبعا كان برضو يضربوا فيه وأخدوني غموا لعيني وأخدوني على مكان وبرضو أول ما طلعت في السيارة في واحد منهم بلغ قال هيوا معنا وبعدين أخدوني على مكان ما كنتش بالأول عارف وين أنا بعدين عارفت إنه أنا في مكان في يعني في آخر الطيرة خلينا نحكي نزلوا من السيارة والتموا علي كلياتهم صاروا يضربوا فيه تركزوا الضرب على رأسي وعلى إجرائي وعلى إيدي شوي واحد منهم مسكني بلش يضربني ويقول لي وصلت الرسالة يضرب وصلت الرسالة ويضرب قلت لو وصلت إلا بقول لي طيب المرة الجاي راح نطخك في جريك وبعدها تركوني وراحوا بعدها كمت أنا كنت يعني تقريبا كادر إني أمشي شوي اتصلت في أحد أصدقائي يعني شفت حدا في الشارع طلوت منه التلفون وانتصلت إلى أحد أصدقائي أخذتني وروحت على المستشفى رام الله في المستشفى رام الله يبلغني الدكتور أنه في شيء خطير كلها كانت ردود وطبعا بلغت برضو كمان مرر الأجزاء الأمنية شو اللي صار بالظلط مع أني أشك أنه ممكن في لحظة من اللحظات أنهم يعني يكتشفوا أو يعرفوا مين اللي يعمل كل هذا الحكي حمل كل السلطة برضو المسؤولية عن اللي صار أولا اللي صار كانوا هم مبلغين فيه كانوا مبلغين أن أنا تم ذهديدي وما حداش يتعامل بأي جدية مع البلاغ اللي أنا قدمته خاصة أن أنا قدمته برضو الجهاز الأمن وقائي المسؤولية الثانية بتوقع عليهم لأنه كل هذا الحكي صار في وسط مدينة رام الله المفروض مدينة رام الله كمدينة هي مربع أمني للأجهزة الأمنية فيها كل مقرات الأجهزة الأمنية والانتشار الأمني في مدينة رام الله انتشار جميعنا بنعرف أنه انتشار كثيف وكبير يعني ما فيش شبر في مدينة رام الله فيش فيها شرطي أو عنصر مخابرات أو عنصر وقاية أو عنصر استخبارات أو عنصر مباحث أو بتتخلصش أساسا من أسماء الأجهزة الموجودة في مدينة رام الله وكل هذا الحكي اللي صار معاي صار في وسط مدينة رام الله الساعة السابعة كانت مدينة رام الله ملانة ملانة من كل أنواع الناس وكل أنواع الشرطة اشتركوا في القناة